من الأخطاء التانية اللي ممكن نواجهها درجة الحرارة مع الرطوبة النسبية تخيل المناظر دي ودرجة الحرارة 32 درجة ماوي يعني درجة الحرارة مش منخفضة ولكن الاختلاف مع ايه؟ مع الرطوبة النسبية وبالتالي لابد ان انا الاحظ انتشار الكاتاكيت بتاعتي وتوزيعها داخل العنبر علشان اشوف ايه؟ لان النهاردة الكاتاكيت اللي جايلي دي زي البناء ادمين بنسمع هيموسيرميك أنيمال زوات الدم الحار يعني يقدر يحافظ على درجة حرارة جسمه سابتة على الرغم من التغير في درجة حرارة البيئة المحيطة به طيب ايه المشكلة؟ الكاتكوت يقدر يعمل الكلام ده طالما ان درجة الحرارة المحيطة به داخل الحدود القياسية طيب لو بدأت درجة الحرارة تنخفض او ترتفع يبقى الكاتكوت ده في هذه الحالة يتحول لزي زوات الدم البارد درجة حرارة جسمه تعلى مع الحرارة العالية وتنخفض مع الحرارة المنخفضة وده اكبر دليل على كده معرضنا كاتاكيت لدرجة حرارة عشر درجة مئوي بعد ساعتين بدأت الكاتاكيت تنخفض درجة حرارة جسمها لدرجة حرارة الجسم المميتة الصغرى ساعتاشر لواحد وعشرين درجة مئوي وبالتدريجة لكل الكاتاكيت بدأت تموت معنا افيا جين او اربر ايكرز ساعتها بتفصيل سنة 98 عملت دراسة بسيطة جدا جابت مجموعتين من الكاتاكيت المجموعة الاولانية عرضتها لدرجة حرارة اتناشر وتمانية من عشر درجة مئوي لمدة خمسة واربين ديئة يعني تلت تربع ساعة ورجعت حضانتها باقي المدة لحد عمر خمسة وثلاثين يوم التحضين الطبيعي ودرجات الحرارة الطبيعية طيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر درجة حرارة الفرشة كنا الاول بنقول درجة حرارة جو العنبر بدأنا بعد كده نقول درجة حرارة الفرشة النهاردة لا بنقول درجة حرارة ارضية العنبر ما تقلش عن 28 درجة مئوي درجة حرارة الفرشة ما تقلش عن 30 درجة حرارة جو العنبر 32 والفرشة مهمة جدا لان هي البيئة الملامسة مباشرة لجو العنبر بتاعي. هتقول شايف المروحة دي بتاع تهوية الشتوية او التهوية العرضية. الصورة دي في النور. كتاكيد سايبة لمنطقة دي. طب لو الصورة دي بالانفراريت بقى في الظلمة. ايه اللي حاصل? ايه ايه السواد اللي موجود ده? السواد اللي موجود ده عبارة عن هوا بارد درجة حرارته الداخل واحد وعشرين درجة ماوي داخل من شطر المروحة. لذلك الكتاكيد بدأت تسيب المنطقة. وعلى الرغم من كده في كتاكيد وقفة في هذه المنطقة. المنطقة ما بين سطرط التحديد وحاجز التحديد. درجة الحرارة فيها في الشطة ١١٧ و ١٧ درجة ماوي. يعني اي فتحة موجودة وكتاكيد تعدي تبدأ تكوم على بعضها. سهل ان هي تيجي لمنطقة دي. ولكن من رابع المستحيلات ان هي ترجع الى داخل العنبر مروحة. ودي صور من عنابر عندنا في مصر موجودة. ده عنبر هو استقبل الكتاكيد في نفس العنبر. تخيل بقى الهوى اللي داخل من تحت باب العنبر في هذا الشكل. مين فينا بيبدأ يفحص بطن قدم الكتاكود بعد استقبال الكتاكيد بساعتين واربع ساعات ويشو؟ انا احطه على خدي احطه على ايدي. لو بطن قدم الكتاكود دافية تبقى درجة الحرارة مضبوطة. لو بردة تبقى درجة الحرارة منخفضة. هتقول عندي ترمومتر لا انا ترمومتر بتاعي الكتاكيد بتاعتي. لان مع درجات الحرارة المنخفضة هنبدأ نلاقي دي بالانفرا ريت سيرمومتر بيبقى فيه انخفاض وممكن تصل لدرجة حرارة بطن رجل الكتاكود لخمسة وعشرين درجة ماوي. مين بيفحص الحوصلة بعد ساعتين وبعد أربع ساعات. أساسي احنا كنا زمان بنتكلم في اربعة وعشرين ساعة نلاقي خمسة وتسعين في المية من الكتاكيد واكل. وخمسة في المية من الكتاكيد متوزعة ما بين واكل عالب بس ميا بس. أو ما اكلش العالب ولا ميا عنده مشكلة في الوصول ليه العالب والميا. لا احنا النهاردة بنقول بعد ساعتين لازم 75% من الكاتاكيت يكون واكل وشارب بعد 4 ساعات لازم 80% فيما فوق من الكاتاكيت واكل وشارب معنا لأنه بيسبب لنا مشاكل لو تأخر في التغذية طيب أنا بقول هستقبل على درجة حرارة 32 درجة ماوي درجة حرارة 32 درجة ماوي عند خطوط التغذية والمية وكون ثبتة بقدر الإمكان طوال الوقت لأن الانخفاض أو التغير في درجة الحرارة نص درجة ماوي واحد درجة ماوي من الممكن أنه يأثر على سلوك الكاتاكيت بتاعتي وعلى الحالة الصحية بتاعتها ده شكل رائع لتوزيع الكاتاكيت طيب أنا بنغير ترمومتر وأنا دخل العنبر بتاعي لو دخلت العنبر بتاعي التلت الكاتاكيت واقف يأكل التلت الكاتاكيت التاني واقف يشرب والتلت الأخير يعني في راحة وفي بهيفير في سلوك بيلعبه مع بعض يبقى أنا كل أموري داخل العنبر من حيث درجة الحرارة أساسي والرطوبة النسبية بصفة جانبية معها وتوزيع العلف والمية بتاعي كوي لو أنا داخل العنبر وبفتح باب العنبر وما فيش أي صوت عالي جدا يعني فيه صوت صريخ من العنبر تأكد أن أنت هتدخل تلاقي الكاتاكيت مكومة على بعضها هتدخل تلاقي درجة الحرارة منخفضة جدا والكاتاكيت علشان كده بتسمع صوت الصرخة منها وفيه صوت إزعاج لازم تراجع درجة الحرارة لازم تراجع لو فيه فتحات فيه التهوية ولازم تراجع الرطوبة النسبية لو بنفتح باب العنبر والإنة الدين يسكت وس ما فيش صوت جاي من العنبر الكاتاكيت مجغولة بإيه؟ الكاتاكيت مجغولة بالنهاجان عشان تتخلص من الحرارة الزايدة داخل جسمها مش قادرة تسرخ عليك وتقول لك تعالي الحقني من درجة الحرارة المرتفعة وبالتالي لازم أراجع نظام التدفئة اللي موجود عندي والرطوبة النسبية والتهوية داخل العنابر بتاعتكي ودي صور من عنابر موجودة عندنا في مصر والدفئة العلمية والدفئة كانت مقفية لأن الكاتاكيت عارفة أن يوم من عمره يوم حتة الحديقة المتعلقة دي هي مصدر الحرارة اللي بتجيب لها الحرارة طيب كاتاكيت بهذا الشكل مع درجة الحرارة المنخفضة لا بيروح يأكل ولا بيروح يشرب ما عندهوش استعداد يغامر لأنه هو هدفه الأساسي أنه يحافظ على درجة حرارة الجسمه سبتة عشان ما تنخفضش طيب هو لما هيروح يغامر يأكل ويشرب هيحاول العلم ده لطاقة يرفع بها درجة حرارة الجسمه وبالتالي ما انتظرش تحويل غزائي جاية طيب أنا هقول درجات حرارة أساس زيتنا هيقوله درجات حرارة كل الناس هتقول درجات حرارة في اللي بيقول تلاتين في اللي بيقول اتنين وتلاتين في اللي بيقول خاء لا ده أنت تتخيل أن أنا ممكن أستقبل الكاتاكيت بتاعتي على ستة وتلاتين درجة مئوي ولكن الرطوبة النسبية كونسي أربعين في المائل وممكن أستقبل على درجة حرارة 27 ل28 درجة مئوي مع رطوبة 80% يبقى لازم النهاردة علشان أطبق درجة الحرارة اسمها رعاية درجة الحرارة مش درجة الحرارة قرقم يبقى لازم أربطها أول حاجة بالرطوبة النسبية وكل زيادة 5% في الرطوبة النسبية في جو العنبر قبلها أنقص درجة الحرارة اللي أنا بستقبل عليها واحد درجة مئوي في بعض الأحيان بنبقى حطين درجة حرارة 32 درجة مئوي ونفاجأ بي يا جماعة ونفاجأ بأن الكاتاكيت مجمعة على بعضها وأن الكاتاكيت عاملة دواير طب درجة حرارة وحشة 32 ممتازة ولكن الرطوبة النسبية لو وصلت إلى 40% مع حرارة 32 ستكون درجة الحرارة في هذه الحالة منخفضة ثاني حاجة سلوك الكاتاكيت ومدى انتشارها ثالث حاجة النهاردة كل الناس قلت لي على عمر 12 يوم أدي درجة حرارة 27-28 درجة مئوي طيب أنا على عمر 12 يوم حققت الوزن القياسي بتاعي يبقى أنا لازم النهاردة مع درجة الحرارة أشوف الرطوبة النسبية أشوف تحقيق الوزن القياسي بتاعي وسلوك الكاتاكيت بتاعي الرطوبة النسبية زي ما قلنا لازم نربطها لأن لها دور كبير جدا وبتأثر تأثير مباشر على عمليات الفقد الحراري من داخل جسم الكاتاكيت اللي أنا أبربيها أو الطائر اللي أنا ببربيها